اشتركوا في القناة وصحبه اجمعين حياكم الله اخواني واخواتي في هذا اللقاء الذي اسأل الله عز وجل ان يجعلوا لقاء مبارك وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اخواني الافاضل نقفوا اياكم اليوم مع اية عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى وهو قوله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا فمن صفات عباد الله المؤمنين اليقين وعدم الشك والريب فالمؤمن الحقيقي لا يشك في ايمانه بالله عز وجل ولا في عقيدته وانما يكون في عقيدته وفي ايمانه على يقين خاصة ايها الاخوة في هذه الازمنة وهذه الوقات كثرت الشبه وكثرت الفتن والانحراف والتشكيك في المسلمات والثوابت وفي عقائد الناس في زمن اصبح فيه الانفتاح والعولمة حتى للأسف بدأ ينتشر عند من ضعف فيه في قلبه الدين و قل فيها العلم الشرعي بدأ ينتشر الإلحاد عند كثير من أبناء المسلمين بسبب ضعف دينهم وقلة علمهم وعدم يقينهم في عقيدتهم وفي ايمانهم و من أسباب هذا الشك وهذا الريب وهذا الانحراف العقدي والإيماني هو عدم وجود قاعدة أساسية و متينة من العلم الشرعي خاصة في مساء الإيمان والعقيدة والتوحيد فلكن إذا كان المسلم والإنسان عنده قاعدة قوية وصلبة من الإيمان والعقيدة والتوحيد فإنه بإذن الله عز وجل لا يشك ولا يرتاب وهنا يأتي دور الوالدين أن ينشئوا أولادهم وأطفالهم على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة وعلى توحيد الله عز وجل فمنذ الصغر تعلمونهم بأسلوب طيب العقيدة الصحيحة وأركان الإيمان وأركان الإسلام والتوحيد فبإذن الله عز وجل تكون عنده قاعدة صلبة دا تزعزعه الشكوك والشبه وكذلك من أسباب الانحراف والشك في دين الله عز وجل عدم الرجوع للعلماء الموثوقين الراسخين وعدم سؤالهم وقد أمر الله عز وجل بسؤالهم بسؤال أهل العلم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عندما يشكل على الإنسان مسأله أو يشكل عليه أمر أو يشك في أمر معين فإنه يرجع للعلماء المتخصصين حتى يزيل هذا اللفس وهذا الإشكال والعلماء كما جاء في الحديث العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فوجود الفجوة بين الناس وبين العلماء وعدم الرجوع إليهم وسؤالهم والجلوس بين أيديهم زاد من الانحراف والتشكيك في دين الله عز وجل بسبب هذا الجهل في دين الله عز وجل وكذلك الانفتاح على الثقافات والتجر على الخوض في هذه الميادين والمناقشة وهو لم يتمكن لم يتسلح باستلاح العلم وقواعد العلم الشرعية وضوابطه ولم تكن عنده آلات وأسلحة حتى يخوض هذه المجالات فكثير من الناس يتساهل في وسائل التواصل الاجتماعي يتعرف وقد يتواصل وقد يناقش في مسائل علمية و إيمانية ف تطرح عليه إشكالات وشبه من قبل المنحرفين فيشك ويتزعزع في إيمانه لأنه ما تسلح وما عنده قاعدة قوية وانفتح وتجرأ بدون سلاح حتى الآن في الألعاب الإلكترونية فيما سمى وينلاين يدخل عليه كثير من الأطفال الآن من شياطين الإنس والجن حتى يحرفون حتى ينحرفون عن الدين ويعرضون عليهم الشبه ويشككوهم في معتقداتهم وإيمانهم بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك فعلينا أن نحذر وأن نتنبه وأن نتسلح بالعلم الشرعي ونتفقه في دين الله عز وجل فديننا مبني على علم وهذا هو العلاج أن نبني إيماننا وديننا على العلم كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول و العمل فتعلم دينك وتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام والحلال والحرام وتكون فيه على بصيرة وتبني هذه الأمور على الأدلة من الكتاب والسنة وتقف على أثار الصحابة والتابعين لأنهم أعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة وكذلك من أسباب اليقين وعدم الشك والريب التأمل في آيات الله عز وجل الشرعية التأمل في كلام الله عز وجل والتأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقه فنقف على تفاسير موثوقة ونقف على شروحات لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موثوقة فنكون في ذلك على يقين وكذلك من الأمور التي تجعلنا على يقين في ديننا وعقيدتنا وإيماننا التأمل في آيات الله عز وجل الكونية التأمل في خلق الله عز وجل في مخلوقات الله عز وجل العظام كيف خلق الله عز وجل كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون تأمل كيف خلق الله عز وجل هذه الأمور ففيها العبرة والعظة واليقين بأن الله عز وجل حق وأن دينه حق كما قيل فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء لله عز وجل آية تدل على أنه عز وجل الخالق الرازق المحي المميت وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه فالعلم يوصلنا إلى اليقين بالله عز وجل وبدينه فالمؤمن لا يشك أيها الإخوة ولا يرتهاب كما قال الله عز وجل في هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لا يرتاب ولا يشك وذلك كذلك بالرجوع للعلماء الذين يستنبطون والذين يفقهون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فنرجع للعلماء الراسخين الذين أجمعون بين النصوص ولا يتأولونه أسأل الله عز وجل نرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وإنه ترجمة نانسي قنقر